بسم الله الرحمن الرحيم حلقة اليوم عن أحد أهم وأشهر الممثلين في الوطن العربي عن الشخصية التي قدمت أداءا ارتبطة وظل باقيا في وجدان المشاهد حتى الآن حلقة اليوم عن أفضل من قدم عدة شخصيات أصبحت نمازج لأداء الشخصيات ويضرب بها المثل في الإتقال حلقة اليوم عن أفضل من قدم شخصية الجاسوس الذي يعمل لصالح الوطن وكذلك أفضل من قدم شخصية الجاسوس المستهتر الخائف وكذلك أفضل من قدم شخصية الكفيف وشخصية الزوج المطحون الكوميدي شخصية اليوم هو رأفة الهجان أو بالأحرى محمود عبدالعزيز قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولد محمود عبدالعزيز محمود في حي الورديان بالأسكندرية بمصر في 4 يناير 1946 ولد في أسرة متوسطة الحال التحق بمدارس الحي الذي يولد فيه حتى أتم دراسته السنوية ثم التحق بكلية الزراعة جامعة الأسكندرية وبدأ يمارس هوية التمثيل من خلال فريق المسرح بالكلية تخرج في كلية الزراعة وحصل على باكدورس الزراعة ثم حصل على درجة الماجستير في تربية النحن في بداية السبعينيات بدأ في العمل من خلال مسلسل الدوامة مع المخرج نور ديمرداش وأدى دورا فيه مع محمود ياسين أيضا في السينما قام بأداء أول أدواره من خلال فيلم الحفيد سنة 74 ثم قام بأداء أول بطولة له في فيلم حتى آخر العمر سنة 1975 ولمدة ست سنوات متتالية قام ببطولة 25 فيلما قدم فيها الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسين في سنة 1982 بدأ ينوع في الأدوار حين قدم فيلم العار ثم قدم دور الأب في فيلم العزراء والشعر الأبيض ثم في فيلم تزوير في أوراق رسمية ثم أدى دور عميل المخابرات في فيلم إعدام ميت وقدم كذلك شخصيات متعددة في فيلم الصعليك وكذلك في فيلم الكيف والذي حظى بنجاح جماهيري كبير في عام 1987 قدم أحد أهم أفلامه وهو فيلم البريء ثم قدمت دور الأشهر والأهم في حياته الفنية في منتصف السمانينيات وهو دور رقفة الهجان في مسلسل رقفة الهجان وقد بلغت أفلام محمود عبد العزيز 84 فيلما قام فيها بدور البطولة وقد قام بإخراك فيلم واحد فقط هو فيلم البنت الحلوة الكزابة في عام 2004 قدم شخصية محمود المصري في مسلسل تلفزيوني جسد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال وقد حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل ممثل عن أفلام الكيتكات والقبطان والساحر من مهرجان دمشق الدولي وكذلك جائزة أحسن ممثل عن فيلم الكيتكات من مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي أما عن حياته فقد تزوج محمود عبد العزيز مرتين الأولى من السيدة جيجي زويد أنجب منها ابنيه محمد وكريم ثم انفصل بعد عشرين سنة من الزواج في النهاية ثم تزوج للمرة الثانية بعد فترة من المزيعة بوسي شالي أما عن حقيقة مرضه الذي عانى منه قبل وفاته فقد ذكر أحد كبار الصحفيين المقربين منه أنه أصيب بألم في أسنانه ودروسه تم تشخيصه على أنه تسوس حاد يحتاج إلى جراحة أجريت الجراحة في فرنسا وثبت بعد ذلك وجود خطأ طبي في الجراحة أدى إلى تصرف فيروسات إلى أعلى الفك ومنها إلى مؤخرة الرأس وأدت إلى ألم شديد وبعد فترة اكتشفت بعض الأورام وقيل أنها كانت محدودة وبدأت رحلته لفرنسا للمرة الثانية للعلاج الكيماوي وبعد حوالي عشرين جلسة كيماوي عاد للقاهرة ولكن الآلام عادت مرة أخرى وقد أكدت الأشعة التشخيصية أن السرطان قد انتقل إلى خمسة أماكن أخرى منها الكبد والرئة والعمود الفقري والمخ وأخبر الأطباء أبداؤه بأن حالته أصبحت ميئوس منها وبدأ أبناؤه في البحث عن أمل جديد في باريس أيضا ولكن كانت مشيئة الله فتوفي رحمه الله في مستشفى الصفة بالمهندسين عن عمر سبعين عاما ووري الثرى في مسقط رأسه بالأسكندرية رحم الله محمود عبد العزيز صاحب الأدوار المبهجة والمتقنة والتي لا يمكن مقارنة أداؤه فيها بأي أداء لأي ممثل آخر رحم الله رأفة الهجان رحم الله الشيخ حسني رحم الله محمود عبد العزيز ساحر الدراما المصري برجاء التكرم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته